في السعودية أطلقت الهيئة العامة لتطوير المدينة المنورة ملتقى المشاريع العملاقة الذي يسلط الضوء على عدد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية إضافة إلى مشاريع الإسكاني والنقل نتابع المزيد في سياق التقرير التالي بحجم استثمارات ينفوق 150 مليار ريال أطلقت الهيئة العليا لتطوير المدينة المنورة ملتقى المشاريع التنموية العملاقة المشاريع المطروحة تتنوع بين مشاريع طاقة ونقل عام وسياحة وإسكان وأخرى تسعى للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمواقع والمدن التاريخية المطروح نبدأ فيه في عملية التصميم لنا الآن تقريبا خمسة شهر في عقدة التصميم متوقع أنه ينتهي خلال سنة مع تحالف فرنسي سسترا إيجس كذلك وقعنا عقد الإدارة مع شركة أمريكية دار الهجرة هو مشروع مدينة موازية قوامها الزوار ويعد أحد أكبر المشاريع التي ستنفذ في المدينة المنورة حيث يتضمن مئة برج سكني يتوقع أن تستوعب أكثر من 120 ألف ساكل موزعين على 40 ألف ورفة فندقية وعلى هامش الملتقى يقام معرض مدته عشرة أيام يعرض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في منطقة المدينة بمختلف محافظاتها مشروع الواجهة البحرية الذي يعتبر مشروع عملاق تنموي حضاري هذا المشروع يمتد بطول 11 كيلو متر على الواجهة البحرية يبلغ حجم الاستثمارات في الواجهة البحرية حوالي 9 مليار ريال سعودي هذه المشاريع ستحول المدينة المنورة إلى ورشة عمل كبرى لإنجاز قائمة طويلة من المشاريع ينتظر أن تساهم في استقطاب استثمارات متنوعة معظمها صحي وترفيهي وفندقي بندر الرومي العربية المدينة المنورة